يعني قبل ما نروح بقى للمرور نسألها سؤال الحلقة طيب يا الله بلا يا الله مش تنيك قولنا يا دينا بقى ايه موقف شفتيه في حياتك او عشتيه أعلمت قيمة معينة او حاجة معينة ماشية بيها بوسي هو مش موقف واحد احنا طول الوقت لما بنمر المواقف دي بتعلمنا دروس مهمة جدا المهم نتعلم من الدرس وما نعملش حاجة زي كده تاني او فعلا ناخد خطوات ان احنا يعني خلاص انا مش هعمل التصرف ده تاني وتعلم من اخطائي او حتى من تصرفات الناس معايا لان انا فعلا بشوف ان المواقف الصعبة اللي بنمر بها في حياتنا اول حاجة هي بتكشف لنا قد ايه معادل الناس اللي حوالينا بتسقط الاقناعة زي ما بيقول في الوقت ده بالذات مش في الفرح ولكن في وقت صعب انت بتمر بيه ده بيبن وقتها الصديق من الحبيب صديق من العدو او كمان حبيب من ان هو مش بيحبك او مش بيتمنى لك الخير بشكل كبير ده وقتها بتعرف ان المواقف ده حدد لك الناس حاجة تانية ان المواقف الصعبة اللي احنا بنمر بها بحياتنا دي بتخلينا ما نقفش عند حد معين نحن خلاص هنفضل في حالة انكسار لأ هنقف مرة تانية على رجلنا ما نستسلمش لأي وجع بيحصل لنا بالعكس نرجع اقوى من الاول مرة تانية لان ربنا سبحانه وتعالى دايما بيكون شايلنا الخير اوقات كتير بنشوف ان المواقف الصعبة دي ايش معنى انا مريت بدا غير يمكن يكون نعايش سعيد بس زي ما بنقول ربنا مقسم ال 24 قرات على كل الناس فأكيد تأكد ان ربنا بيكون شايل لك الخير بعد كده في حاجة انت ممكن ما كنتش بتتخيلها انها ممكن تحصل لك ساعتها بنعرف ان قيمة اللي ابتلاق ده بيبقى وراه او بعده فرج كبير من عند ربنا اشتركوا في القناة